نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لاحتفالية السنوية الثانية لعيد الطاقة النووية تحت رعاية الرئيس السيسي ويأتي العيد السنوي للطاقة النووية تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقية لمشروع مصر قومي للمحطات النووية والذي يوافق توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا للتحادية في 19 نوفمبر 2015 وللمزيد مع زميلة جيرمين إبراهيم مرسلة التلفزيون المصري نعم بعد التحية نتابع معكم من مركز المنارة للمؤتمرات الاحتفالية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق هيئة المحطات النووية احتفالا بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية والذي يأتي تعبيرا عن الانطلاقة الحقيقية لمشروع مصر قومي للمحطات النووية ويوافق اليوم الخاص بتوقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية وهي محطة الضبعة النووية الاحتفالية بدأت صباح اليوم بحضور عدد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وتضمنت فقرات فنية وأيضا تقديم وعرض فيلم تسجيلي عن محطة الضبعة النووية إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة النووية إذا تحدثنا عن محطة الضبعة النووية ومشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والجاري العمل عليه فهو يعد مشروع هام للدولة المصرية ويتضمن إنشاء أربع وحدات من المفاعلات النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل وحدة ويساهم المشروع في توطين الصناعة التكنولوجية النووية في الصناعة المصرية عن طريق زيادة نسبة التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة يتم تصنيعها في هذا المشروع وذلك طبقا لخطة موضوعة مما سيحدث نقلة كبيرة في جودة الصناعة المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية عن طريق الالتزام بمعايير جودة عالية في تصنيع كل مكونات المفاعلات النووية هذه الاحتفالية اليوم تأتي تعبيرا عن أهمية هذا المشروع والذي يلعب دورا هما في الحياة التكنولوجية وأيضا الحياة الصناعية ويعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة بما يحقق قاعدة كبيرة من أجل تنمية مستدامة ومستقرة لعقود قادمة أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو موسيقى